خرجنا تظهرنا وكلينا الضرب وبعد يامات خرجنا للشارع زغرتنا 14 جنفي طيحنا الدكتاتورية وخرجنا من دولة البوليسية حتى من البوليسية وبيضهم القاو باي في القضية وطالبوا بالحرية النقابية والحماية القانونية تي حسيلو ديمقراطية وحرية ميك في الراس وريحة البلاد يابا وردو ياسمين يابا يابا ومن كثر ما ولينا مجتمع سعيد الحاكم تي ما يفرح بيك فاعد تفرح بيه حان شو نتعدى عن سيكبار يعني هو يحلب عليك بلغتنا نحن شباب امتدي ديانا لعباني لكل ترابطك تعريف؟ ترابطك بكل أسلوب شرس مع اعتداءات سيفر على الأخر كل يوم ويساب لكمك ويساب لك بوك ويساب لك عيلتك ونتي تسمع وتسكت وليه ما يزمكش تراجع فعل تبيع على خطر ممنوع فهمت هو مش ممنوع يضربك من انتي ممنوع تراجع عليه فعل عادي تكون مشي في الشهر تكتلاح عادي على الخير إذا كنت أنا مني نعم في حاجة شيء يعتدي عليها بوليس أن نمش نشك بير القضاء إذا كان جعلنا قضاء مستقل إن شاء الله يكون عنا بيعب شنخاف لما عندي ما نعمل القانون مش بشي يخولي حقي يجلس مكتاح مضربي وتسكت ما عنديك سحاجة تحميك انتي كم مماطن أنت الناس تقرر فيه معاني حتى كان يخبئوا على بعضهم ما تشوف مثلا في قدم الواحد مثلا اللي قاتلوا في استاد الفين مع ملاي وقادة تسير في تونس لن أتحدث معك كنت أتحدث عن الناس لن أقول لك يجب أن نشات في حقي ويجب أن نقار جس كبوك كل يوم مذابئة سيئة تبدل التعام اللي جاء هو جاء تقولوا لا في تونس في سؤال فما حرية التعبير وليه عندك الأوبصيون جيوب كين بنعم تخلى برجع بيت في الميكروت خطواء قبل ما تدور الكاميرا يبدأ السيابي وتجليغ على عجلة أما كي تدور تدور اللغة بنع بيت في التركينة للبوليسية قططس علمنا قديش الحاكمة ممتعنا حسسوا قلبه رعايف لدرجة أنه طفلة مينوغ وعندها تأخر ذهني كتابة فيديو في فيسبوك تقول إلي البوليسية قططس شدوها في نهارها البوبلي اللي قاعد يصير لليامات هذومة على مشروع قانون حماية الأمنين وأهوان الدوان والعبير موسي مثلا اللي ما يشكي بنعليه جملة سوبرتيفي بعد الثورة 2011 وقعت محاكمات الجهاز البوليسي بكله في تونس وكان السؤال الكبير شكون المسؤول على الاعتدال لكن الإشكال اللي أكبر هو في الفصل السابع هذي علاش وقاع بلوكاج حسب المقترح لقدمت وزارة الداخلية يقول وكونوا مدام البوليس عنده أوردر باش يهبط للشارع باش يفك اعتصام مؤلم وظاهرة ديسانت في إطار متبعة الجريمة ولا غيره وقال لكنترول دو بابيتو سا معناه الأمني ما عنده حتى مسؤولية يشكون يتحمل مسؤولية هو ساحب القرار السياسي دوك المعادلة المعادلة اللي هنا الأمنيين يقول لك ما نحبوش نعاودوا سيناريو وبنعليم وحاكمات 2011 والحكومات والناس اللي تعمل في السياسة يقول لك أخي تب تحب لماجمتاعي دي منظيفة قدم شعبي أنا وقدم الشباب وأنا راني مع الحريات ومع الحقوق وضد العنف معناته اللي سلط فيه البوليس على المواطن يتوسع دوك في الأخر بالكل عقلية عالي شو القانون هذا بتاع لخطر كل واحد شيطانه في جيبه والمواطن الشابقة المواطن خاصة الشباب هو عنده الهجس الكبير هو دولة البوليس رجوع دولة البوليس كنو دخلو في قانون من نوع هذا بعقلية منهزم أو منتصر معادا ومش نوس تعرش كونو يزم منتصر هي منظومة حقوق الإنسان يلزم نقابات الأمنية تحط في مخا كونو هي ستنتصر لمنظومة حقوق الإنسان باعتباره أنو عاون الأمن زاده هو إنسان ويتمتع بمنظومة حقوق الإنسان ولازم في النواب ما يعملوش الفلكلور السياسي والبروباجندا السياسية وينتصروا لمنظومة حقوق الإنسان كنك حنشون خمزون وخارج على القانون وكليك ضرب ولي يصغرون طول ما تدخل المجرمين للسجون تسيب الشارق وتشد القنقون ولا أي واحد مكفن جونتا في الكلصون ولي ما يغمش برشا في القانون ما تسيبه كنب مليون قانون الجزر يحميك ويغك يعليك يخليك تعفز وترفس ولا حد يدور بيك لا يحاسب القاضي ولا يقولك يشبيك تزي معانا خلي يتعدى نوليه طحانة من غير شدة عشري ميستيز صح مالديش حق والله مالديو حق حاجة مزيلا ما تعدش جملة يعتدي عليها نعتدي عليها وخلي القانون يحميه مالليش لا يجوز أنا القانون هذية أنا يضده أنا ريتو وما يسميه قانون الجزر هذي الفصل السابعة هو سمحني صح وليم صح وشعليه واتجا قاعدين تبقوا فيه أما طوى بزدوا يقنون هذر ابني نضربه ما نقلني ما نقلو اللي يعملولي بيش نعملوله فهمت حتى لو فرضنا إنه عنده قانون يحمي اللهم هوا حماي يعني بش يكونه دفاع الشرعي كذا بشتعر للإرهاب والإكستيات خاطر الإنسان في اللخر كرام تقبل كل شعر والإذاية التصويت هذي اللي بش يعملو في البرلمان الراح غالب من اللخر أنا أنا لحك معاك لو جي نحنا نعرف ونسكولت عرف شتخرج الشرع شتني بش يحب يعمل لك موضوع من الحيط يعمل لك موضوع من الحيط فهم كلمة برك فهم كلمة واحدة برك خوفتني وجذبة انتباهي وأمامتون خوفتني هي كلمة خطر محتق ياسر جنرال وياسر فاك طريقة أو بأخرى بش نرجعو لدولة القانون دولة دولة البوليس بلتو مش دولة القانون القانون مهمة بيانسوخ دولة البوليس ومجرد أنك أنت معنية تتحيل فمك تاكي العساق الغنوش يتنحها الطول عام 67 في اللاميغيك عديوا قانون الحصانة المؤهلة حاجة تشبه شوية القانون الزاج الهدف منه حماية البوليسية كان بلبصوها بنية طيبة وبرا عاد انتي وحاب النية مجرمزة ولا مستوية قانون هيدا ولا جاكير ينصفوا بيدو سييتهم كل ما يخمجوها يعافصوا يقتلوا وبعد يسلكوها كهوا عاد خراو فيه وشفنا شي هيدا ونوصل عبادة التقتل من غير مبرر نيستيرا وبلايد واقفة اللي يجيب أكثر عنف وربولات خوتيك الحوت والشعب يموت كان من الأهداف تبنات عليهم من المنظمة انه نتصدي ولتجاوزات الأمنية قانون زجر أعتدائيات على الأمنين جاي بشي قانون تجاوزات هذي احنا قاعدين نعملوا لماكسيمون بش انه القانون ما يتعديش تولا اسمه قانون حماية قوية الأمن والدوانة عليش احنا كون ترى على خطر القانون هيدا يأسس نوع من التفرقة بين المواطنين المنظومة بوليسية جديدة تولا قبل ما يتعدي قانون زجر أعتدائيات على الأمنين بازلنا في إطار منظومة قانونية تسمى ستابل أكثر شوي والأمن يعطي للروح والحق باش انه يهرس المواطنين هما مجرد يقوموا بحقهم في النشر فداول معلومة تعبير حر عن رؤونه اللي هو هيدا الكل يضم يعني الدستور التونسي كين ضامن لي جوست انه خاطر يحس انه مشاعر ويتمست ولا خاطر ما هو شي يلقى في تقدير كذا لذلك منظمتنا باش تكون مناهضة للقانون هيدا وحتى لو كان القانون تعدى نهار ستة احنا مستعدين نمشوا في خطوات أخرى مع هيئة مراقب دستورية القوانون من الأخر وعالأخر شعبنا سنجو السيحة دي ما بيحها بلفتها وبيعث السياسة وراء الجامرة أما دولة البوليس مستحيل ترجع خاطر صاحبي